ستليوم حفل فتيتاح رسمي ديال الجمعية الدولية ديال المطارات هي أكبر جمعية دولية خاصة لهذا القطاع هذا تتضمك 370 بلاد هذا الحفل هذا تقام بمدينة مراكش على سبعة أيام وفيه واحد العدد ديال المؤتمرات وعدد ديال الجمعية الدولية الموضوع اللي تتطرق له ديال الجمع العام هو المستقبل ديال الطيران المدري وخاصة المستقبل ديال المطارات وهنا يعني تجربة مغربية ولسيما تجربة مغربية خلال تدبير الجائحة وما بعد الجائحة بحيث أنه كان من اللازم نعود أن نرجع الرواج الجوي لما كان عليه هذه الجريبة قد نقدر نتقاسمها مع البدنة أخرى وهذه الجريبة ناجحة بالنسبة للمغرب حيث أنه هو 75% ديال الرواج استرجعناه في تسعة أشهر بعدما طارت عرفت قاع واحد الفقت ما كان عليه في 2019 وبالطبع هذه المواضيع هذه قسنا انتبحتوا فيها باش نوجد دروسنا إلي قدر الله كانوا مشاكيل بحال هذه في المستقبل ندبروها بطريقة أحسنة كين مواضيع أخرى لينهي تتهم بزاف طيران المدني هو الحد من تأثير طيران المدني على المناخ وعلى الانحباس الحراري وهذا أيضا من المضامين ديال هذا المؤتمر بحيث أنه الهدف 2050 أن يكون الطيران المدني ما يبقى شيء أطر نهائي على الانحباس الحراري مواضيع أخرى لتجيئ في هذا السياق أيضا هو الرقمنة والمخاطر السيبرانية المتعلقة برقمنة وهذا أيضا من المواضيع التي ستبحث فيها المختصين في هذا المؤتمر هذا وأخيرا مشكل لم نراه نحن في المغرب ولكن يعني مشكل قائم في بعض الدول هو الجاذبية لديها المطارات بالنسبة لسوق الشغل بحيث أنهم بعد الجائحة واحد العدد ديال الدول القوما شاكي باش يسترجعوا لمستخدامين ديالهم باش يقدروا يقوموا بالمهام ديالهم داخل المطارات نحن هنا في المغرب في مراكس معناها جمعنا المطارات متاع العالم أجمع واقع هي تصير كل خمسة سنوات في قارة والمرأة هذي اخترنا معناها مش نعمله في مراكش على خاطر كيما تعرفوا مراكش معناها مدينة سياحية بدرجة الأولى وفيها معناها الأمن والسلامة والكواليتي اوف سيربس وجينا لهنا ضيفتنا للمطارات المغربية الأو ان ديال وماشاء الله تشوفوا عندنا أكثر من سبتمائة مشارك معنا يجاو من كافة أنحاء العالم وان شاء الله معناها مش ندرسوا ما بعد الكورونا وان شاء الله معناها تكون المستقبل خير للمغرب وللطيران في العالم أجمع مش نناقشوا معناها المستقبل متاع المطارات ومتاع النقل الجوي خاصة وماش ندرسوا أكثر كيفاش ننقصوا معناها من الانبعاثات الغازية والكربون والأبجيكتف معناها من طاع المؤتمر هو كيفاش نوصله عام الفين وخمسين لسفر من الانبعاثات الغازية مرحبا بيكم في المؤتمر هدايا والأي سياي هي كما قلت لكم منظمة عالمية معناها تلم كل المطارات في العالم عندنا أكثر من ألفين مطار وكل المطارات في العالم هما منبر مرحبا بيكم ومرحبا بيكم في المغرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر